اشتركوا في القناة ان يرى من خاطبته وفقا المذاهب الحنفي والمالك والشفع والحنبلي ابن حزم والليس ابن سعد والاجابة بتقول قد ذهب الفقهاء الى ان من اراد نكاح امرأة فله ان ينظر اليها قال الامام ابن قدامى لا نعلم بين اهل الهلم خلافا في اباحة النظر الى المرأة لمن اراد نكاحها وقد روى اجابة القالة قال رسول الله اذا خطب احدكم المرأة فنستطاع ان ينظر الى ما يدعو الى نكاحها فليفعل قال فخطبت امرأة فكنت اتخبأ لها حين رأيت منها ما دعاني الى نكاحها فتزوجتها والكلام ده روى ابو داود واحمد في المسند والمغنين يعني واحد بيسأل ايه اللي بيحق للخاطب انه يرى من خاطبته اول حاجة قال له الفقهاء قاله اباحة النظر للمرأة وابن قدامى قال مفيش خلاف بين اهل العالم ان اللي يخطب واحدة ممكن يشوفها بس يشوف منها ايه دا السؤال وبعدين قال روى جابر انه اذا خطب احدكم المرأة فنستطاع ان ينظر الى ما يدعو الى نكاحها فليفعل فجابر كان بيستخبى ليها علشان يتفرج عليها غاية ما شاف اللي دعاية انها نكاحها وتجوزها طيب احنا عايزين نعرف يشوف منها ايه نكمل الاجاب عشان نعرف اما مقدار ما ينظر اليه الخاطب من المخطوبة فقد اختلفوا فيه على اقوال القول الاول قول جمهور الفقهاء من الملكية والشفاعية والحنفية ورواية عن احمد انه يجوز للخاطب النظر الى الوجه والكفين فقط واجز الحنفية في رواية عن ابي حنيفة النظر الى القدمين مع الوجه والكفين القول الثاني ان للخاطب النظر الى ما يظهر غالبا في الخدمة كالرقبة واليدين والقدمين وهو مسهب الحنابلة كما في الانصف وغيره وهناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد إنه ينظر إلى الوجه فقط القول الثالث إنه يجوز له النظر إلى مواضع اللحم من المخطوبة وهو منقول عن الأوزاعين يبقى الملكية والشفعية والحنفية ورواية عن أحمد إنه يجوز للخاطب النظر للوجه إيه والكفين بس وقول تاني إن للخاطب النظر إلى ما أصر غريبا في الخدمة كالرقبة واليدين والقدمين وهو مماسة بالحنبلة والقول الثالث بقى قالوا إنه يجوز له إلى إيه النظر إلى مواضع اللحم من المخطوبة وده ما نقول عن الأوزاعين إيه رأيكم؟ إن الخاطب يعمل كده يستخبى ليه في مكان يقدر يشوف فيه مواضع اللحم من خاطب طول وخلينا نكمل الإجابة عشان نوريكم مفاجئة أما مسهب ابن حزم الظاهري فهو جواز النظر إلى ما عدى العورة جاء في المحلة من أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها متغفلا وغير متغفل إلى ما بطن منها وما ظهر طبعا كده المسلمين إيه؟ لازم يتبعوا مسهب ابن حزم اللي قال تغفلها أو ما تغفلهاش براحتك تشوف كل حاجة منها ما ظهر منها وما بطن يعني ممكن تشوف حتى كمان العورة المغلزة وخليني أوريكم المرجع اللي بيقول كده عمد تقرأ شرح سهيل بخاري كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة قبل التزوج بيقول إيه؟ عن داود ينظر إلى جميعها حتى قال ابن حزم يجوز النظر إلى فرجها برأيك عزيز المسلم تردى الكلام دا على بنتك ليه كانت بني الكلام دا في الكتب؟ تشوفها عريانة علشان توافق تتجاوزها أو لأ؟ يعني هل أنتوا ممكن شفتوا الدين بيقول الكلام دا قبل كده؟ كلام دا طبعا عيب إنه يتكتب عيب إنه يتقال عيب إنه يتعمل وعايزة أوريك إن كبار الصحابة كمان عملوا كده شوفوا معي من أرشيف مرتقها أهل الحديث بيقول إيه؟ أريد تخريك حديث كشف عمر لساق أم كالسوم هل هو صحيح؟ هناك حديث يتردد على جواز رؤية الخاطب لمخطوبته وهو حديث كشف عمر رضي الله عنه لساق أم كالسوم بنت علي فعندما أراد الزواج منها فقالت له أم كالسوم ابنة علي رضي الله عنهما لأمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه عندما خطبها فكشف عن ساقها فقالت لو لإنك أمير المؤمنين لفقعت عينك قال الحافظ في التلخيص إن عمر خطب إلى علي ابنته أم كالسوم فذكر له صغرها قال أبعث بها إليك فإذ رضيت فهي امرأتك فأرسل بها إليه فكشف عن ساقها فقالت لو لإنك أمير المؤمنين لساقعت عينك وطبعا زكره الحافظ وكل ده هيكون قدامكم إن الإسناد هنا متصل صحيح فأم كالسوم كانت صغيرة ولذلك ذكر الأثر في المصنف تحت باب نكاح الصغيرين يبقى أم كالسوم كانت صغيرة ويقول لنا كده عنها يكرمة إن علي ابن أبي طالب أنكح ابنته الجارية تلعب مع الجواري طيب إيه رأيكه دلوقتي إن لما عمر طلب أم كالسوم بنت علي علي قال له دي صغيرة لكن عمر أول ما شافها رح عمل إيه كشف عن ساقها وزمان ما كانش فيه حاجة اسمها ملابس داخلية وكمان الواحد هل ممكن لما يجي يتعرف على واحدة الأول مرة يعمل كده البنت طبعا اتخضت وقالت له لو لأنك أميرة المؤمنين كنت سققت عينك أو فقعت عينك ولما روحت لأبوها قالت له أنت إيه أرسلتني إلى شيخ سوق وكمان اتجاوزها قبل البلوغ يقولك إنها كانت طفلة يعني مأساة بكل معنى الكلمة ونلخص كل الكلام ده والمرجع هيكون قدامكم على الشاشة من كتاب فتح الباري شرحة البخاري هنشوفني أولئيم قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها وقال الأوزاع يكتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة وقال ابن حز ينظر إلى ما أقبل وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها وعن مالك رواية يشترط إذنها هل كده الإسلام قرم المرأة؟ علشان يتكلم عليها بالطريقة الفجة دي يعني إيه ينظر إلى ما أقبل وما أدبر منها وينظر إليها متجردة أو ينظر إليها إن أراد ذلك بإذنها أو بغير إذنها هل أنت يا مسلم ترضاه البنتك؟ وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر